صباح الخير دلال كيفك اليوم؟ ميحو أنت دلال اليوم موصفة كثير هيني مثل العادة ولكن ما في طبخ ما في طبخ اليوم ما في بصل وما في طوم ما في نار وهيدي وصفة نشتغلها كثير صبحية غدا عشا بعض الظهر إذا جينا ناس يعني شو عم نحكي تنخبر شوي خاصة برانش يوم عم نحكي على بان دومي يلي نحن معوادين عليه الطري يلي بدنا نشلو البار وبدنا نشتغل بصمو يعني بدنا نجيب حيالة صينية فين نشتغل صينية كيك يعني نشتغلون ببول أو بحيالة لشين حم نحبو بقالب الكريم بريلي أو بصينية كبة عادية بدنا نغتيها كلها بالصمو في ماء بدنا نعمل الخلطة يلي نحن هلأ بدنا نشتغل فيها يلي معمولة من تونة، مايس، بيض، كراب، كورنيشون بالإضافة لكابر شوية مايوناز متارد، بهار أبيض، بهار أسود وملح بدنا ننزلج كل الخليط سوا من بعد ما نكون وضعنا الصمو بقالب الجات بدنا نضيف الباندومي وعلى الباندومي بدنا نوضع وصفتنا بدنا نرجع نختم بالباندومي نسكرها أنه ياما ليلة بالبراد وتاني يوم نقلبها مثل الكيك هوني بدنا نقول كمان فينا في طريقة تانية إنه إذا اليوم ما عملنا نصفصف الباندومي واحدة حدة تانية ستيفانية فينا نفتفتون بخلطتنا يعني أنا هيك اشتغلت بالبوليت الزغار اللي هلأ جايبينو للتيستيك فتفتناهون لأنه بوليت الزغار هلأ هي وصفة كتير سشلة نشتري الباندومي من قصة نشتري الباندومي أو مقصوص خالي مقصوص خالي الساعة سافية بس المهنا عم نحكي على الباندومي التاري وأولا بدنا نشيل الأطراف لأنه بكونوا قاسي هلأ ببال بدنا نمزوج تونة يلي صفيني هون وصفة كتير سهلة ايه مبيني ومييس وهون بدنا نقول اللي ما بيحب المييس هي ما نموضعه أوكي ما نحط مييس أو فينا نحط شوي فيها نستبدل بالبازيلا البيض يوم عم نحكي على بيد مسلوق ومفروم كتير صغير مثل ما نفروم البصل أوكي لكن من بعد ما حتينا المييس رجعنا ضفنا التونة البيض يلي ضفنا له بهر أبيض بهر أسود رشي من الملح يوم عم نحكي على الكرب يلي مليئين بالفريزر ما حبينا نفاتفتو حبينا نقطعه بهذه الطريقة إذا ما منحب كرب فينا منحط كرب يعني كل شي فينا نستبدل أوكي اليوم عم نحكي على كاب كاب أو كبار وكمان عنا أو كوميشو أو كابيس أوكي بيعتو طعام طيبي مع التونة خاصة أي نوع من المطارد مستعمل فين إفورت؟ نو منا نستخدم المطارد الأمريكي العادي المطارد العادي عم نحكي على مايوناز مايوناز فينا نحط لايك أكيد وفينا نستعمل العادي لأنه أكتر ثرخة تسمعي وقت تنسكي المايوناز نهي لا مايوناز بس فينا نستخدم المايوناز اللايت يدل عنا المطارد يعطي نكهة طيبة إذا لاحظت أنه ما كتير ضفنا للمأدير مايوناز يعني هنا عنا عصير حامل نمزوج كل الخليط سوى بدي كاي نعم هالي وصفة كتير تايبة بينا نضف بالتشيز كمال موكهبة تزغيلة يمكن غريال هيا لنوع من الجبنة نحن نحن نحبها فينا نضيف الشاذ في لادلفيا ها يعني أنا هايدي وصفة عطول بعملها بصبحية أستفاني تنطلع شوية من المنقوشة شوية جديد منقوشة جبنة وزعتر ما في غناء عنه بس أنه حد المنقوشة حد المنقوشة أطشب شيء لكن هيدا هي خلطتنا لكن نرجع من عند عصرية نحن اليوم مزجنا الميس مع حطينا الدراء الميس الكابر الكورنيشون رجعنا ضفنا الكراب التونة وفينا نضيف الزيتون كمان حطينا بيض كمان حطينا بيض رجعنا ضفنا المايوناز الخردل بهر أبيض بهر أسود نحن ما ضعنيهون قبل رشي من الملح هيدا مواسفين نشتغلها ونخليها شوي بالبراد هيدا نشتغلها بالبراد نرسي تننتقل نمد السومو مثل ما الكلب يعرفون عندنا نشتغل بسومو بدنا نحط كفوف لايلا الريحة بلازج لازج صح هوني بدنا نقول للمشاهدين اللهم هم حط الصومو شوي خزة أو بتعرفي هلأ جبنا صومو مش مشكلة مش متل بعضون بس ما بيأسر بينا نحط النيلون كل ما فينا نشتغل بلا النيلون كلينك فيلم أول شي صح هيدا بدا تجي بعدين بنا نبرمها تاني مايز تجيب سومو شي طويل شي ما بيأسر سهلة يا ستفاني ايه طويل قد ما زلنا سومو قد ما تتلعو اشياء ولو شقف ما بيأسروا ضروري تكون شقفك كبير أصلا ما في ما هي بس نشر السومو بالتالي نجو نشتغلها بهذه الطريقة هوني كمان نعطي هيك تبس يلي ما بحب السومو في ماء فينا نشتغل بالسومو فري أو إذا عنا سمكة تازة خلصناها أكلناها باقي شوي فينا نشتغلها بال نفرفت نفرفت السومو بس منوضع الطوست يعني منبلش بالفاندومي منمضج كل الخليط سوا منسكر بالفاندومي ومنقلبها أوكي اللي بصفية طيبة ما هو نعم نشوفه له تخزق ما منخاف لأنه راح يبينه لما تنقلبه ما ببينه هادي وصفة طيبة سهلة نحن نخلصه نرجع لو بعطي سبعة دقائية نعم أوكي أوكي هلأ بعد هلأ بدنا نأسرس بدنا نحط هيدا الميلة بدنا نوضع الباندومي هلأ بدنا نوضع الخليط عليهم أوكي أول شيء بدنا نحط الباندومي بدنا نحط الباندومي نعم ونرجع بدنا نحط المزيج اللي عملني نعم الخلطة نحطينا بالبراد نحطينا بالبراد هلأ بنرجع من زيت ما بأسر نحن بدنا نحط الباندومي بهالطريقة أوكي هادي هادي الثانية هادي نعم نحطينا الصمو دفنا الباندومي نحطينا نغير هلأ كمين إن شاءلا يكون عنا وقت لأنه جايبين الباندومي بدنا نشتغلهم بالشوباك وبدنا نضفهم جبنة الشابر مع العسل وحبة البركة يعني اللي كمان فينا نقدمها كأنترى يعني بدل ما نحط بزرات هنشتغلها على السريع تنقدر ننتقل للوصفة التانية ما ديك أنا حطونا أنت بتعليل شو هي وصفتنا التانية هي مرسي ستيفاني كمان عم نشتغل على البندومي اللي بلا بور التاري غطينا لما ينشي لا يقدر يقلب معنا لكن بدنا نجيب البندومي من بعد ما شلنا البور بدنا بهيدي الطريقة من بعد ما رققناها بدنا نضيف شوية من العسل دلال بيكفو؟ اي فينا نحط بعد شوية اوكي شفتي هون ستيفاني بعد ما رققنا البندومي بالشaway نضيف شوية من عسل TransK شيء من جبنة شفش وحبة البركة ياب اسمع كثير طيبة مفتكر زباطو ولا محطهم كلهم؟ فينا نحطهم كلهم ما نحطهم؟ طلع وقت شب بدنا نرجع نغطي الضوية بدنا نييمة ليلة بالبرادة لتاني يوم نقلبها مثل القطو مثل القطو هذا هنا نضع العسل نضع جبنة الشاب حسنا نضعنا نرشينا قليلا من حبة البركة هذه التحليه هذه وصفة طيبة هنا حتى نشتغلها مع صمو وهلأ بدنا نلفها آآ بتعاميها مثل الساندويش آآ مثل الساندويش هذا هذا من بعد ما نلفها ستيفاني بدنا نسكرها نحطها بالبراد لنقدر نقصها من قطعون نعمل على صمو حتى لقنات مع برسان بدنا هلا أن قطعون ونضعهم بسحن كامل طيبية هنا نشتغل الصمو في ماء إذا بقي عنا صمو في ماء منحط شوية من جبنة البرسان يعني قاطناتها طيبة نرجع صمو في ماء ماء بلاء 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 نرجع شوية من الأنات وكمان من قطعون ويكون نشتغلنا نوعين من البندومية هنا ننتقل لكين لوصفتنا تنتبع هنا نرجع تير مهن اشتغلون شفتي؟ أنا أول مرة أعمل لما أتعرف نحن نختم بلاء حسنا هنا نختم بلاء ماء ونحن نحن نضع ماء 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 ونرجع نغطي بصمو نرجع نغطي بصمو دقيقة نقلصنا لهذا الطريقة نسكرها بالكلينكفين تم أكد أنه ما حتنا شيف وصفتنا بدنا نطبسها بدنا ننيمها بالبراد لمدة ست ساعات لكن بدنا نغطيها بالكلينكفين بدنا نغطيها مجبورين أن نغطيها هذا لكن لكل المشاهدين يلي بيحبوا يتعلموا الطبخ دلالتاعة الكورة الطبخ كل يوم ثلاثة صح قبل الظهور قبل الظهور دماج للنسوين التي تشتغل صح ما في كورات عشية ما في كورات عشية ما في كورات ما في وقت يا ريت هيدة ستيفاني بدنا نغطيها بدنا نضعها بالبراد لمدة ست ساعات مثل ما كمانة البندومي اللي اشتغلنا بدنا نحطه بالبراد لمدة ساعتين بدنا نقلب بدنا نجيب سينية أو حية الجاف بدنا نقدم فيه بدنا نقلبها ونقدمها هيك ساعتها من الطعام تلقيته نحن اخد سوا وقفة بنرجع منشوفكن دي تاستينغ نحن موعدنا مع تاستينغ وهون ما عملنيهم على الهواء بس كاتيا دلال ان عرفت بالتار تيت كانت تبيعهم بالسوبر ماركت تبيعهم بالسوبر ماركت تبيعهم بالسوبر ماركت طريق يعني طريق متحفية على التار تيت هلا رجعت نزالتهم وجيبت لنا اليوم بديا في الدو على رد من الأسبوع الجي حيكونوا بكل سوبر ماركت لبنان الأكترية وحن بيعهم بالسوبر ماركت بالفريزر بالإضافة لبراونيز كوكيز كابكيك بسويق وشوكولات أنا عرفت بالتار تيت هولي تار تيت مخموزين خلصين يعني هول متل ما هنين منشيلهم من الفريزر أوكي منحمل فرن 180 درجة لمادة عشداية منحطهم بقلب الفرن لمادة عشداية هولي بالنسبة للملح أما بالنسبة للحلو متل ما هون عم تشوفي تارت وشوكولات عملي قام كبيرة من التار تيت غزل البنات تارت حلاوي منشيلهم من الفريزر منحطهم على جنب لمدة ساعة بعد ساعة ناكلهم بيت تاكلوا يعني ما بعرف شو ما نقدو هلو هاي المرتب أكيد طيب هلو هون شو عم ناكل هون عم ناكل كاتيا أنت ما كنت تخبرك شوي على السريع يوم عم نحكي على صمو مع باندومي كراب مايس حطينا طونا بالإضافة للبيض شوية من المايوناز الخردل بالإضافة للتابرو الكورنيشون هاي دي وصفة مزاجنا كل المقادير ساوا واليوم متل ما شفت استيفانيا اشتغلناها هيك ببول يعني كاسة تباعة مهلة انديبيدويل حطينا فيها النيلون مع الصمو في ماء فاتفتنا الباندومي بقلبون مزاجنا كل الخليط ساوا واشتغلناه هون قبل ثلاثة أربع ساعات لنقدر نقصهم ويطلعوا مثل الكاك بس ومشان لك المساعين بس كثير طيبين يعني مجبورين مجبورين يكونوا مساعين بس طيبين مساعين هون هون في عنا تارت أبينار تارت أسبرج تارت بوارو و تارت سومو في كثير هيدا أسبرج بس هون الأسزون كثير طيب ايه هو مزيج كل المقادير اللي اشتغلوني اللي عميعتونا كثير طيب دلال هلا بدك دوئة و شوكولات كمان طيب كثير لا بعدين هيدا عين هيدا عين روعة تانكو دلال تانكو دلال أصحاب صحبا شكرا نهاية شكرا 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 اشتركوا في القناة